أهلا بكم الجديد مشاهدين نفتح الآن من لفة مباراة منتخب مصر ومستضيفه الروسي والتي ستقام على ملعب سان بوترسبورغ إذن يأخذ المنتخب المصري ثاني مبارياته في مونديال روسيا أمام أصحاب الأرض هي التي يبحث فيها الفراعين عن أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم بكأس العالم وفادونا إلى سان بوترسبورغ عمر فهمي والتفاصيل لم يعد يتبقى هامش من الخطأ أمام الفراعين في روسيا فالمباراة المقبلة أمام صاحب الأرض تتطلب الفوز للإبقاء على حظوظ كبير في الاستمرار بالمونديال أمر يعني ضرورة استعادة المنتخب المصري لفعاليته الهجومية التي بدت غائبة عنه طيلة ست مباريات اللعباء هذا العام وسجل خلالها هدفين فقط صحيح لعبنا مباراة واحدة هنا ولم نسجل وكذلك لعبنا مباراة ودية أمام فرق كبيرة ولم نسجل أيضا باستثناء هدف صلاح ضد البرتغال ولكن دوما لدي ثقة في قدراتنا الروح المعنوية تبدو مرتفعة بين اللاعبين بعد كسر رهبة البطولة أمام أوروغوي فالتفائل حاضر بتحقيق مفاجأة أمام الدب الروسي اللاعبة كلها مستعدة مستعدين لماتش روسيا وعارفين ان الماتش ماتش مهم للغاية وعارفين ان الماتش ده هو ده ان شاء الله هو اللي يحطونا على الطريق الصح ان احنا ان شاء الله مقتنعين وعندنا ثقة في ربنا سبحانه وتعالى لو انا قلتلك احساس كل اللاعبة اللي موجودة في المعسكر واحساس الجهاز الفني كلنا مستعدين وجاهزين لمباراة روسيا ان شاء الله ومهما كان حجم مشاركة صلاح في المباراة فسيبقى لزاما على اللاعبين المصريين ان يكونوا على مستوى الحدث فالمناسبة لا تقبلوا اعذارا بحثا عن الفوز ولا شيء سواه يدخل الفراعنة مباراة روسيا وعينهم على تحقيق نتيجة تبقيهم في البطولة عمر فامبي سبورتس سان بيترسبورغ عمر فامبي من مقر اقامة المنتخب المصري في سان بيترسبورغ نعم في الواقع بدأ المنتخب المصري اليوم الاستعداد النهائي تماما لمباراة روسيا تلك المباراة التي لا تقبل القسم على اثنين كما نقول دوما لان حتى في حالة التعادل فان المنتخب المصري ستتعقد حساباته بالنظر الى لعبة فارق الهدف التي تقدم فيها الفريق الروسي بسبب فوزه الكبير على السعودية في الجولة الاولى على كل حال معنويات اللاعبين مرتفع للغاية الجميع جاهز بمن فيهم محمد صلاح كان في حالة معنوية ممتازة اليوم في المران يمزح مع زملائه يركض بشكل اقرب ما يكون الى الطبيعي هو نفسه واكد انه جاهز حتى وكيل اعماله كان موجودا واكد انه جاهز يبدو كل شيء وكأنه مهيئ لان يشارك صلاح في المباراة وان يبدأ في مركز الجناح الايمن مركزه المفضل على حساب النجم عمر وردة الذي حل محله ايضا في مباراة اوروغواي وهناك ايضا شكوك اخرى حول مركز رأس الحربة ربما البعض يرجح كفة محمود كهربا كي يلعب في مركز المهاجم الوهمي بدلا من مروان محسن الذي يجيد اللعب كرأس حربة صريح اذا هذه ربما هي التعديلات المقترحة على التشكيل الذي سيكون كما كان امام اوروغواي تماما بدءا من محمد الشناوي في حلصة المرمى وحتى بقية الخطوط بخلاف ذلك فندق اللعبين يبدو خلفه على الصورة كان هناك تجمعا من جانب الجمهير المصري التي ارادت التقاط صورا تذكارية مع اللعبين ولكن سيطرت ادارة الفريق على الوضع والان يبدو مقر الاقامة هادئا جدا مع دخول ساعات الليلة الاخيرة هنا في سان بيترسبورغ من جهته يأمل المنتخب الروسي موصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوز ثانا على حساب نظيره المصري يضعه على مشارف التأهل إلى دور الستة عشر المنتخب الروسي الذي تصدر المجموعة الأولى بعد الخماسية في مرمى المنتخب السعودي سيحاول الاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبه إضافة لتسلحه بعملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق النقطة السادسة على اقتراب أكثر نحو التأهل إلى دور الستة عشر هذا وقل مدرب المنتخب الروسي ستانسلافا تشيرتشي ثوفا إن فريقه جاهز للمباراة الثانية ضد مصر مشيرا إلى أنه لم يعد خطة خاصة بمحمد صلاح بل استراتيجية لكل المنتخب المصري نحن ندرس كل منتخب وكل فريق لسيما المنتخبات التي تملك لعبين مميزين ومهاريين لابد من مراقبتهم بنسبة لمصر كل اللاعبين بنفس الأهمية صحيح أن محمد صلاح لعب ممتاز لكننا لا نلعب ضد محمد صلاح فقط بل كل المنتخب المصري ونحن نعرف كيف سنقوم بهذا الأمر والمتخب الروسي جاهز لهذه المقابلة ونرحب من جديد مشاهدينا بضيف الحصان نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري سابقا ومحلل القنوات بي انسبورس طبعا اجمال المنتخب الروسي يعتمد على القوة البدنية وبتفوق خاصة في الالتحامات الفردية لديه نقطة ضعف في الخطوط الخلطية بما أن الظاهرين دائما يساندان في الهجمات وهي نفس نقطة ضعف المنتخب المصري ممكن في هذه المباراة لأنه يجب أن يعتمد الهجوم ولا شيء غير الهجوم كيف يمكن أن يستغل كوبر ذلك الفراغ في الدفاع الروسي في هذه المباراة هل يملك السرعة الكافية خاصة إذا أشرك الصلاح لاستغلال تلك الثغرات أعتقد من مميزات وبعض السلبيات اللي بينتقد فيها بعض النقاد أو الجماهير المصرية أن هكتر كوبر هو ما بغيرش طريقته متعادل ما بغيرش طريقته بيكسا ما بغيرش طريقته وإنما التغيير الوحيد فإن هو ممكن يقابل الفريق المنافس من قدام يعني يعمل ضغط عالي أو أنه يعمل ضغط أو ما يعملش ضغط ويبقى فيه تمركز دفاعي أو فيه تكتل دفاعي في نطلق نصف ملعب والمدافعين أنا دايما وأبدا بفضل أن الصلاح ما لعبش ناحية المين بيولعب حر كمهاجم صريح لأنه بيبذل مجهود كبير جدا في ناحية الدفاعية لأنه بيلزم الجناحين أو اللي هو في نصف ملعب ناحية المين ناحية شمال إنما الأفضل أن اتنين نصف ملعب اللي هو لو فرضا أنني وطريق حامد لو لعب المباراة أنه هم اللي يساعدوا فيه المرحلة الدفاعية إنما صلاح لو توفر أو أنه هو مجهود أو أنه يعني يبقى في الناحية الهجومية أو يبقى مهاجم محيد أعتقد هيلاقي فيه صغرات كتير جدا وخاصة أنه فيه تفاهم كبير جدا ما بينه وبين عبدالله سعيد يقدر يلعب تمريرات في العمق في عمق الفارس ألا يتكبل ذلك صلاح بعد الشيء من أنه لاعب ذكي يستطيع استخلاص الكرات أيضا من الخلف بالزبط وفي نفس الوقت كمان أن الفريق الروسي حتى تبعناه في المقرأة اللي فاتت للأسف طبعا ما كانش المنافسة قوية مع المتخب السعودي إنما عنده مشكلة كبيرة في الصغرات الدفاعية في السرعة في سرعة الاتداد فأعتقد بوجود صلاح وتريزيجي يعني صلاح وتريزيجي عندهم سرعة كبيرة جدا وعبدالله سعيد اللي هو عنده تفاهم كبير جدا مع صلاح في التمريرات اللي في العمق إن نقدر نستغل الصغرات الدفاعية وفرق السرعة ما بين صلاح وفي نفس الوقت كمان إنهاء الهجمات دعم كابتن يعني كوبر قال اليوم إنه عالجنا مشكلة العرضيات التي عانى منها المنتخب المصري في المباراة الأولى لكن ما المطلوب منه في الشق الهجومي الذي شاهدنا المنتخب المصري غائبا حتى لو شارك الصلاح في المباراة القادمة هذا إن كان لائقا تماما لهذه المباراة المطلوب في الشق الهجومي إنه يكون فيه تقدم من ناحية دفاعية لإنك إنت دايماً لما يكون خط الدفاع اللي هو بقياد الحجازي وعلي جابر يكون نازل تحت قوي على منطقة الجزاء فبالتالي بيعمل جاب كبير جدا في منطقة نص الملعب إن الفريق يتحرك كوحدة وحدة يعني إن خط الدفاع يكون ضاغط على الناحية الهجومية فبالتالي حتى استخلاص الكرة تكون من قدام ما تكونش من وراء إنما المشكلة في الكرة الأداء زي ما ذكرته قلت هو تمركز جيد وفي ناس الوقت كمان حماس في الأداء وعدم التكاسل في الرقابة في منطقة الجزاء لأن في بعض الأوقات بنشوف أحمد حجازي كلعب حر في منطقة الجزاء إنما لازم يكون لعب مراقب جيد جدا للمهاجمين المنتخب الروسي يعتمد على قوة لاعبي في التحمد كما ذكرنا استخلاص الكرات في رجاع الكرات يعتمد على هذه القوة وعلى الكرات الطويلة أيضا في هاجماته كيف يمكن أن يجاري ذلك كوبر هل يمكن أن نقول أنها مباراة الدب الروسي بثقله وقوة ضد ربما نشاط ورشاقة القط المصر فعلا كلامك مزبوط 100% إنما مسألة الترحيل يعني لو إحنا تخيلنا الملعب لأنه هو الأسف شديد في بعض الأوقات بيعتمد على التمركز فقط للعبين بدون تعاون وبدون ترحيل يعني كثير من الأوقات بنشوف أحمد حجازة وعالي جابرة على سبيل المثال في منطقة عمق الدفاع إنما ما بيحصلش ترحيل وراء محمد عبد الشافي أو يحصل ترحيل وراء أحمد فتحي لو فرضا هيلعب بنفس التشكيل فلازم يحصل فيه ترحيل لازم يكون فيه لأن في أوقات معينة في التمركزات بيبقى فيه تمركز يعني فيها داينماكية يعني فيه تحرك وإنه هو بيبقى فيه ثبات في التمركز الدفاع فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا في التغطية العكسية من الباك رايت أو الباك ليفت أو في منطقة العمق وعلى اعتبار أنك كنت حارسا للمنتخب سابقا يعني اعتماد كوبر على محمد الشناوي والذي تألق في المباراة ولا هل يحسب للمدرب كوبر بتأكيد لأن على حسب معلوماتي إن كوبر هو من أشد المؤيدين لمحمد الشناوي يلعب كأس العالم وأنا شخصيا قلت مرارا وتكرارا في كتير من الأوقات وليس بعد تألق محمد الشناوي وقلت محمد الشناوي هو الأفضل ليس الضقلين لما انشأنا عصاب الحضري العمل إنجاز كبير جدا هو يكون موجود في ضمن بحثة المنتخب المصري وهو في السن الحالية إنما وقعيا محمد الشناوي هو الأجهز والأفضل فيها لإستمرار وفعلا أثبت ذلك وإن شاء الله يستمر في التعلق إن شاء الله نشكرك جزيلا كابتن نادر السيد حارس مرمى المنتخب المصري سابقا والمحل الفني بقنوات بيس بورس شكرا لك ومباشرة نتحول إلى سان بيترسبورغ مع محمد القاضي من أمام مقر المنتخب الروسي مساء الخير محمد يعني مدرب المنتخب الروسي إذن اليوم قال إنه حضر خطة متكاملة لمواجهة المنتخب المصري ماذا تطلعنا أكثر عن استعدادات المنتخب الروسي مساء الخير بالفعل نحن هنا أمام مقر إقامة المنتخب الروسي الذي وصل إلى هذا الفندق الليل أمس كان بانتظاره العشرات من الجماهير الروسية التي تتأمل منه التأهل ربما إلى الدور الثاني من خلال مباراة منتخب مصر طبعا بانتظار نتيجة الروغوي والسعودية أو الانتظار حتى المباراة الأخيرة ولكن بعد ضمان الفوز على المنتخب المصري ولكن الجميع يعلم هنا خطورة المنتخب المصري الجميع يعلم المستوى الكبير الذي قدمه المنتخب المصري في المباراة الأولى أمام الأرغوي والآن يخافون من محمد صلاح اللاعب الذي من المتوقع أن يشارك مع تشكيلة الفراعنة أمام المنتخب الروسي الصحف هنا في هذا اليوم أفردت الكثير من الورق من أجل محمد صلاح المؤتمر الصحفي كان شبه مخصص لمحمد صلاح الجماهير الروسية ربما تعتبر الآن محمد صلاح بمثابة رونالدو وميسي ليس من المبالغة أبداً القول أن صلاح هنا واحد من أهم النجوم الأكثر شعبية في روسيا وخصوصاً في سان بيترسبورغ على العموم المنتخب الروسي يعول على مهاجمه الشاب المخضرم أليكسندر جالافين الذي من المتوقع أن ينتقل هذا الصيف إلى أحد الفرق الأوروبية الكبيرة من سيسكا موسكو وعلى عناصر الخبرة التي لديه كاتشاري تشيف الذي دخل بديلاً في المباراة الماضية وسجل هدفين كان قيمين جداً في الفوز الأول على منتخب السعودية بخماسية المنتخب الروسي استعد لهذه المباراة المنتخب المصري أيضاً استعد ننتظر مواجهة جميلة جداً هنا على ملعب جميل ملعب سان بيترسبورغ الذي من المتوقع أن يغلق صقفه يوم غد بالنظر إلى سوء الأحوال الجوية التي تنتظر هذه المدينة حمد القاضي من سان بيترسبورغ شكراً لك ترجمة نانسي قنقر